على الرغم من تكثيف الفصائل العراقية هجماتها في الآونة الأخيرة على القواعد الأمريكية في العراق والسورية إلا أن رد الفعل الأمريكي تجاهها أثار تساؤلات حول قوة وطبيعة هذا الرد ومكانه الإدارة الأمريكية وبحسب تقارير غربية ركزت على يكون الرد داخل الأراضي السورية عبر استهداف مجاميع محسوبة على الحرس الثوري الإيراني وهي بالتالي تجنبت ضرب أي أهداف داخل العراق وهذا عائد وفق محللين إلى عدم رغبتها بإثارة استياء الحكومة العراقية من خلال توجيه ضربات داخل حدودها التحفظ الأمريكي فرد كان مبعثه أيضا المخاوف من إمكانية أن يؤدي إلى تصعيد وطيرة العنف وإثارة المزيد من الهجمات ضد القواعد الأمريكية في المنطقة ولجأت واشنطن في المقابل إلى فرض عقوبات على أشخاص ينتمون لكتائب حزب الله في العراق وكتائب سيد الشهداء وإدراجهم في قائمة الإرهاب متهمة إياهم بالتورط بتلك الهجمات الفصائل من جهتها لم تتأخر بالرد على الإجراء الأمريكي حيث أعلن أكرم الكعبي قائد حركة النجباء في العراق استهداف قواعد أمريكية بالطائرات والصواريخ في العراق وسوريا بل إن مسؤولا في كتائب سيد الشهداء قلل من أهمية وفعالية الإجراء الأمريكي ضدهم وعلى ضوء هذه المستجدات أعرب مسؤولون أمريكيون في تصريحات للواشنطن بوست عن إحباطهم تجاه ما وصفوه بالاستراتيجية غير المتماسكة لمواجهة وكلاء إيران في المنطقة وتأكيدهم على أن تلك الضربات الموجهة للفصائل فشلت في تحقيق ردع المطلوب وفي ظل استمرار الباعث المعلن لتلك الهجمات ونقصد هنا الحرب في غزة وعدم التوصل لمعالجة سياسية ولا أمنية للموقف فإن الهجمات على القواعد الأمريكية مرشحة للاستمرار لكن القلق يساور أطرافا متعددة من تطورها إلى مواجهة مباشرة اشتركوا في القناة